أكمل مكتب إدارة الدين العام في السعودية برنامجا دوليا لإصدار السخوك فإلى أي مستوى وصل الدين العام السعودي؟ وما هي المستويات المتوقعة للدين العام على المدى المنظور؟ بداية نحاول أن نلقي نظرة على الدين العام السعودي حتى نهاية العام 2016 أي حتى آخر البيانات المتاحة نلاحظ هنا ارتفاع في مستويات الدين العام السعودي حتى العام 2016 مع انخفاض الإيرادات الحكومية نتيجة تراجع أسعار النفط ارتفع الدين العام السعودي في العام 2016 أنهى العام عند قرابة 317 مليار ريال ارتفاع بنسبة 123% مقارنة مع العام 2015 إلا أنه مقارنة مع العام 2014 فقد ارتفع بنسبة 619% نسبة الدين إلى الناتج مع نهاية العام 2016 تقدر بقرابة 12.3% هذه هي مستويات الدين العام في السعودية ولكن هذه المستويات إذا ما قارنناها مع مستويات في دول نظيرة وفي دول متقدمة فإنها مستويات منخفضة نسبياً نحاول أن نلقي نظرة على مستويات الدين العام في الدول المتقدمة في اليابان تسجل قرابة 252% في أمريكا قرابة 104% في بريطانيا 87% في ألمانيا 67% وفي قطر 47% الإمارات قرابة 16% وبالتالي المستوى المسجل في السعودية هو مستوى لم يزل منخفض نسبياً لناء على توقعات النمو الاقتصادي وتوقعات مستويات الدين إلى الناتج حتى العام 2020 كما أشرنا سابقاً الدين الحالي يقدر بقرابة 317 مليار ريال يعادل قرابة 12.3% من الناتج المحلي كنا قد سمعنا تصريحات عن أن السعودية ستصدر ما بين 10 إلى 15 مليار دولار و70 مليار ريال في أدوات الدين خلال العام الجاري بالتالي سيكون لدينا إصدارات في 2017 بقرابة 126 مليار ريال المتوقعة في 2017 هذا إذا ما جمعناه مع إصدارات 2016 أو مع حجم الدين حتى نهاية 2016 سنصل إلى حجم دين بنهاية 2017 يقدر بقرابة 443 مليار ريال وبالنسبة تقدر بـ 17% من الناتج المحلي السعودية كانت قد أعلنت أنها تستهدف سقف دين حتى العام 2020 يقدر بـ 30% من الناتج المحلي إذا ما تم احتسام معدلات نمو الاقتصاد السعودي حتى العام 2020 فإن 30% تعادل قرابة 811 مليار ريال إذا ما طرحناها من الأرقام السابقة فإن حجم الاقتراض المتاح للسعودية ما بين 2018 و 2020 يقدر بقرابة 368 مليار ريال هذا على افتراض أن السعودية لم تسدد أي من هذه المبالغ طوال الأربع سنوات القادمة الآن أعلنت السعودية عن برنامج لإصدار السقوق هذه السقوق ستكون مقومة بالدولار الأمريكي وستصدر في الطرح سقوق دولية في الأسواق الدولية البنوك المتوقعة لتولي هذا الإصدار لدينا بنت جي بي مورغان تشيس سيتي بانك بي ان بي باريبا دوتشا بانك بالإضافة إلى الأهلي كابيتل هذه هي البنوك المتوقعة لتولي الإصدار السؤال الآن لماذا ذهبت السعودية باتجاه إصدار سقوق وليست سندات السعودية تهدف من هذا الإصدار بالدرجة الأولى إلى الوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين مستثمرين الدخل الثابت الذين يهتمون بأدوات الدين الإسلامية تسعى السعودية أيضا إلى تنويع أدوات التمويل شاهدنا في استراتيجية الدين العام متوسطة المدى التي كشفت عنها السعودية حتى العام 2020 أنها تهدف إلى تنويع أدوات الدين ما بين سقوق وسندات وهناك أيضا النمو الكبير في أسواق الدين وأسواق الصيرفة الإسلامية هذه هي الأسباب ولكن لماذا يرتفع الدين العام في السعودية إلى هذه المستويات المرتفعة تمويل عجز الموازنة إذا ما حاولنا أن نلقي نظرة على هذا الرسم البياني نلاحظ أن نسبة الدين إلى الناتج كانت ترتفع في الوقت الذي تزداد فيه عجز الموازنة السعودية عندما بدأت السعودية تحقق فائض في الموازنة انخفضت مستويات الدين إلى الناتج عادت إلى ارتفاع في السنوات الأخيرة مع بداية تسجيل السعودية لمستويات عجز في موازنتها المالية هناك أسباب أخرى هو انخفاض الإيرادات الحكومية نتيجة انخفاض أسعار النفط بالدرجة الأولى نلاحظ هنا أن الإيرادات الحكومية انخفضت بقرابة 49% ما بين العام 2013 و 2016 وهناك أيضا هدف آخر هو تمويل خطة التحول الاقتصادي رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني إذن كانت هذه النظرة عن الدين العام في السعودية وآفاق الدين العام في السعودية بعد كشفها عن إكمال برنامج دولي لإصدار أسخوك ترجمة نانسي قنقر